انطلقت فعالية أسبوع القاهرة للمياه في دورته الخامسة تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي تهدف الفعالية لمناقشة الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية على قطاع المياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعالية أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي بهدف مناقشة أثار التغيرات المناخية على قطاع المياه وذلك بحضور 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا بإجمال يزيد عن ألف مشارك أسبوع القاهرة للمياه أصبح من أهم الأحداث العالمية في مجال المياه والعالم كله يعلم عن هذا الحدث وبصفة رئيس المجلس العالمي للمياه حضرت لقي أنقل الحلول والخطط التي قمنا بتحضيرها إلى هذا الحدث هذا بالطبع إلى جانب قمة المناخ لأن العالم ينتظر حلولا عملية ورسالتنا التي ننقلها لمصر هي أهمية المحافظة على المياه لأنه مع التغيرات المناخية تقل الموارد المائية ومهمتنا الأولى هي حماية هذه الموارد أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيضم العديد من الجلسات رفيعة المستوى للحديث عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق النظر المائية والتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكايف في قطاع المياه وغيرها من المحاور هذا إلى جانب تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين وتقديم أبحاث علمية في مجال المياه هو يعني بيصلح أنه يكون جزء من التحضير هذا المؤتمر ليكون الاجتماع بالنسبة للاجتماع المؤتمر المناخ العالمي اللي حيحصل هون بشرم الشيخ في مصر أنه يكون ناجح أنه خاصة فيما يخص المياه فيما يخص منظومة المياه اللي بتتأثر فيها البلاد العربية أنه يتم وضعه بموضوع بحث متقدم خلال المؤتمر القادم لأنه موضوع التغيير المناخي وموضوع ترشيد الاستهلاك وموضوع ترشيد التوزيع الموارد المائية هي لازم تكون جزء لا يتجزأ من المؤتمر المناخ هذه هي الزيارة العاشرة لإلى مصر وحضرت هذا الحدث الهام لنقل المعلومات والتفاصيل حول التجربة الأنجولية والتي يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء العالم في ظل الوضع الحالي تأتي أهمية أسبوع القاهرة الخامس للمياه في إطار اهتمام الدولة بقضية المياه من خلال تعزيز الابتقارات لمواجهة التحديات المائية إلى جانب التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية جرمين إبراهيم التلفزيون المصري